اجتماع سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم مع سعادة السيد توبايس لندنز وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في حوار المنامة وتم خلال الاجتماع بحث أوجه تعزيز التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية في ظل علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين وسبل الدفع بها نحو مستويات أشمل في جميع المجالات بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة والجهود التي تبذل لوقف الحرب وأطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ترجمة نانسي قنقر